في تاريخ العلاقات السعودية الامريكية برزت العديد من المحطات التي عدت مرتكزا اساسيا لدعم مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين العلاقات السعودية الامريكية تأسست انطلاقا من رؤية الملك عبدالعزيز السعود رحمه الله القائمة على الاستقلالية في القرار مع تنويع الصلاة الدبلوماسية مع جميع دول العالم بما يخدم مصالح البلاد وفقا لمبادئ المملكة وقيمها ماء الشاب الجديدة عندما تجلس على كراسي الحكم وكراسي تنفيذ القرار ده في حد ذاته ينقل العرب والشعوب العربية للحضارة المتقدمة وهذه الزيارة بما لا شك فيه ستكون عامل فعال جدا في مستقبل الامر العربية في ثلاثينات القرن الماضي وضع حجر اساس تلك العلاقات الملك المؤسس حينما منح حق التنقيب عن النفط لشركة امريكية في المملكة تبعها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام الف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين الانطلاقة الحقيقية لتلك العلاقات كانت خلال لقاء الملك عبدالعزيز مع رئيس الامريكي فرانكلين روزفيلد في العام الف وتسعمائة وخمسة واربعين على متن المدمرة الامريكية كوينزي وصف خلاله روزفيلد الملك الراحل بانه مفاوض صعب وذو ارادة حديدية وهو الذي وضع اللمسات الاخيرة على شكل العلاقات بين الرياضي وواشنطن هي علاقات تاريخية تشمل عدة نواحن اولا ان المملكة هي احد اهم الدول العربية وثانيا ان الولايات المتحدة تعد المملكة العربية السعودية القائدة للعالم العربي وكان الملك سعود بن عبدالعزيز السعود رحمه الله اول ملك يقوم بزيارة الولايات المتحدة وذلك في الثاني عشر من يناير من عام الف وتسعمائة وسبعة واربعين اجتمع خلالها برئيس الامريكي ايزن هاور في حين كان رئيس الامريكي ريتشارد نيكسون اول رئيس امريكي يزول المملكة عام الف وتسعمائة واربعة وسبعين واجتمع مع الملك فيصل بن عبدالعزيز السعود رحمه الله كما التقى الملك فهد رحمه الله رئيس ريجين في زيارة تاريخية ابان الطفرة السعودية عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين وظلت العلاقات راسخة منذ اتفاق كوينز متجاوزة كل الازمات السياسية والعسكرية في المنطقة وشكلت تحالفا قل نظيره على المستوى السياسي في الخارطة السياسية الدولية هو حلف متين في جزور التاريخ جاء انتخاب رئيس ترامب لينعشه وشكلت زيارته الى رياض في اول جولة خارجية له فارقا مفصليا وارسط قواعد استثنائية بين البلدين حسين ابراهيم للاخبارية الولايات المتحدة الامريكية